كيف تحمق على الزاموندين ولكن تعجز تصيب لفضل أحضرت لكم مصفة لتخطيلة باللوز والخوخ خياليين و باللعجينة سهلين و محلين انظروا الطريقة والمقادر المكتوبين الزبدة والسكر والحامض سوف نقوم بعمل بحرب بوماد نزيد لهم البيض نعود نخلط نزيد لهم اللوز بودرة و الدقيق و نخلط حتى يدخل تنسج متشي مزيان كنا نخدمه صغار ديال التخطيرات كنا ندهنهم بالزبدة و غندير فيهم لبات و غندخلها للفران تولوا تساعة على درجة حرارة 180 ها هما طاب غادي نصيب الخوخ ناسل نخلط الخوخ غادي ندير زبدة في المقلع و نستفو و ندير اسكار و عصيرة ديال النص حامضة و نخليها تعصل من التحت و من الفوق مزيان كناخده و كنزوق به هاد ليتاخ طويلات و غادي ندير دهينة مزيانة من ديك اللاصس او اللي ذاك سيرو اللي تيكون بقى في المقلع و ها هما واجدين بالصحة و الراحة تعليك فنة من ذاك شي اللي هتبغيوا لايك الفيديو و اشتركوا مع صحابكم